بسم الله الرحمن الرحيم ومشاهدين الكرام بالخير والأنور والعافية وأرحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالكلام الأحمر حلقة جديدة ضمن سلسلة الحلقات التي نناقشها في هذا الشهر حول الانتفاضة الثاني من ديسمبر وأهميتها ودلالتها والوقوف على الرسائل التي جاءت بها والوصايا التي قدمها الشهيد علي عبدالله صالح أو قداح هذه الانتفاضة في هذه اللحظة التاريخية الحرجة وقفنا في الحلقات السابقة الماضية على العديد من تلك الرسائل والعديد من تلك الوصايا ونواصل في هذه الحلقة مناقشة الوصايا انتفاضة الثاني من ديسمبر وأهميتها ودلالتها في ظل اللحظة السياسية والواقع السياسي وفي ظل أيضا المرحلة والتجربة بكافة مراراتها وفرصها والوضع الراحل ذكرنا في الحلقات الماضية بأن انتفاضة الثاني من ديسمبر مثلت أو ماذا وضحنا ماذا تعليم انتفاضة الثاني من ديسمبر كرسالة وكخطاب وكوصايا للشعب اليمني في هذه اللحظة كوثبة سياسية قام بها رجل الدولة الأول في الجمهورية اليمنية وأيضا كخاتمة وشهادة أيضا سياسية أنهى فيها حياته السياسية في ملحمة أو في سفر بطولي وقدم فيها الرجل كل ما يملك وروحه في لحظة استشهادية بطولية يشهد لها التاريخ ولا تقبل التقليد الانتفاضة كما ذكرنا انتفاضة الثاني من ديسمبر مثلت إنقاذ أو طوق نجاح أو يمكن أن نسميها أيضا رسالة أو منهجية أساسية وقامت على مجموعة أو منظومة متكاملة من الرؤى التي تتكيف أو تأخذ بالاعتبار كافة الأوضاع السياسية أو الأزمة السياسية الراهنة وفي ظل تعقيداته وفي ظل أخطارها في ظل معطيات أيضا الوضع السياسي القائم للدولة اليمنية للشعب اليمني للصراع السياسي الإقليمي ومحلية وتحدثنا بأن هذه الوصايا مثلت رسائل ومثلت نصائح وجهت لعدد من الأطراف ولكافة الأطراف المعنيين بالشأن اليمني سواء الشعب اليمني بكافة جماهيره ومكوناته أيضا إلى القوى السياسية الداخلية كذلك إلى إرجال الدولة سواء كانوا في السلك المدني أو السلك العسكري وكذلك أنها أيضا ناخاطبت أيضا القوى الإقليمية المعنية أو القوى الإقليمية العربية بين قوسين المعنية بإدارة الأزمة اليمنية في ظل معطياتها في تلك اللحظة والتي لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة التي تحدثت عليها وكانت معطياتنا بأن انتفاض الثاني من ديسمبر مثلت إنكاذ للثورة اليمنية بأنها لم تكن انتفاضة لصالح مشروع سياسي يخص الشهيدة الزعيمة على أبدالله الصالح أو يخص المؤتمر أو يخص حتى حكومة معينة أو برلمان معينة أو حقبة معينة بل كانت عبارة عن عملية إنكاذ أو وصايا إنكاذية لليمن كمشروع حضاري بكافة مكونات هذا أو مكونات المكون الحضاري للشعب اليمني المعاصر في هذا العصر القائم فكانت انتفاضة هادفة تعمل على إنكاذ الثورة اليمنية إنكاذ الثورة اليمنية سواء في ستمبر أو أكتوبر أي كذلك إنكاذ الجمهورية والنظام الجمهوري كذلك مثلت أيضا إنكاذ للوحدة اليمنية ووحدة الوطن ووحدة الهوية ووحدة الوطن بالمعنى التاريخي للهوية السبائية اليمنية الأصيلة التي لا خلاف حول جذورها المشتركة وقسها الواحد كذلك أيضا كانت إنكاذ للعملية الديمقراطية والحرية والكرامة المواطن اليمني والمساواة في ظل حيثيات الوقوف وضرورة التصدي للمشروع الإيراني من خلال ذراعها الحوثي أو هذه الميليشيات الحوثية التي تحمل فكر سلالي أو تحمل مشروع إمامي يعمل على امتهان كرامة المواطن اليمني وامتهان أيضا حتى تفكيره في عقيدته في أفكاره في مواطنته في حقوقه السياسية بأساليب التفافية ومهينة للشعب اليمني كذلك أيضا هي أيضا إنكاذ لعقيدتنا الدينية والعقائدية واذا قد ذكر الشهيد الزعيم في مجمل أدبيات هذه الانتفاضة سواء كان في خطاب الثاني من ديسمبر أو خطاب الوداع الذي ألقاه في الرابع من ديسمبر ذكر من الدلالات ما ذكرنا في الحرقات الماضية ما سأتكره بالحقات القادمة ما يؤكد بأن هذه الميليشيا تعمل على طمس أو تشويه أو تسميم عقيدتنا الدينية بالذكرى للشهيد للملازم والصور ولأنهم جاءوا بفكرة غير الفكرة اليمن وجاءوا بإسلام غير إسلام اليمن وما لذلك في الحلقات الماضية وقفنا على الوصايا الوصايا الوصيثين الأولى ثلاثين بعد استعرضنا الرسائل وكانت الوصية الأولى موجهة للشعب اليمني كافة بالانتفاضة وضرورة الثورة ضد هذه الميليشيا وكانت الوصية الثانية موجهة إلى رجال الدولة وإلى رجال المؤسسة العسكرية والقوات الأمن المعنين بحماية النظام الجمهوري وحكم مؤسسة الدستورية وكانت وصية أهمة في هذا اليوم سنناقش أيضا بقية الوصايا من ناقش المستعرضين الوصية الثالثة والتي توجهت إلى كل من الجماهير الشعب اليمني وإلى أيضا إلى القوى السياسية الداخلية والتي دعا فيها علي عبدالله صالح الجماهير اليمنية والقوى السياسية إلى الصفح والتسامح وموجهة تلك النصيحة إلى كافة القوى السياسية كما ذكر في الداخل وفي الخارج والاتحاد ضد هذه الميليشيا القادمة أو هذه الميليشيا الإيرانية القادمة لتشويه وتدمير اليمن في ظل سياسة توسعية إيرانية وأجندة أطماع دولية لا تراعي في أي من مكونات الهوية اليمنية أي مراعاة نشاهد هذا المقطع لما يمكن أن نصفه بالنصيحة والوصية الثالثة من وصايا الزعيم أو وصايا الثاني من ديسمبر ثم نهود أدعو كل جماهير الشعبنا وأدعو كل القوى السياسية إلى الصفح ونمد أيدينا لكل القوى السياسية في الداخل والخارج إذن دعوة واضحة وصريحة إلى كافة الجماهير بصفح أو إذا كافة الجماهير اليمنية وأيضا إلى القوى السياسية بتبني روح التسامح والصفح السياسي وطي صفحة الماضي من الصراع في تلك اللحظة في ظل تجلي خطر إقليمي كبير جدا نتجت عنه تآمرات أو تحالفات جديدة جمعت بين كل من الصهيونية وبين المشروع الإيراني وبين الدولة القطرية التي تعمل لصالح مشروع صهيوني في المنطقة أوقفت أل عبدالصالح إلى الدعوة إلى النصيحة بالصفح والتسامح والاتحاد أن يكون هناك الصفح والتسامح في إطار الاتحاد والتحالف في مواجهة هذا الخطر الإيراني ومثلا بهذه الميليشيا الكهنوتية السلالية التي لها مشروعها التدميري الداخلي ولها توجهاتها ذات الأطماع الخارجية نلاحظ اليوم بعد مرور عامين أو في الذكرى الثانية للانتفاضة بأن هذه الوصية أو دعوة الزعيم على النصالح إلى الصفح والتسامح نعاني أنه للأسف المكونات السياسية تعاني من اضطراب في التعاطي مع التسامح ولازال دافع أو غريزة النزوح نحو السلطة والعودة إلى عوائد القوى السياسية هي من تحكم هذه التصرفات فنجد أنه قوات أو الممثلة للشرعية مثلا على سبيل المثال انكسمت فيما بين هاليومين ولما يستطيعوا أن يوجدوا خطاب يحتوي القضية الجنوبية كذلك نجد أنه حركة الأخوان المسلمين بما كل ما تحمله من شرور وما تحمله من توجهات تمليها عليها التنظيم الدولي للأخوان المسلمين منطبط بأجندات خارجية للعالم نجد أنه هناك أيضا انكسام داخلي أيضا داخل الأخوان المسلمين ونجد أنه هناك من ذهب إلى الصفح والتسامح مع الحوثين أنفسهم من خلال انكسام الحوثين عفوا انكسام حركة الأخوان المسلمين إلى رأسين رأس في الدوحة وأنقرة ورأس في الرياض أحدهم يدعي محاربة الجبهة الحوثية والآخر ينسك سرا وإعلاميا مع الحركة الحوثية فيما لاحظنا لكن يبقى المؤتمر الشعبي العام رغم كافة الإضرار التنظيمية التي منبها عقب الأحداث السياسية الأخيرة يبقى ملتزما باختاب جماعي أو يحرص على تنفيذ هذه الوصية في ظل كافة التحدية التي يعانيها ذاتيا أو تنظيميا أو حتى ظل المؤامرة التي يحاول البعض إلى تهميشه لا زال يحمل راية الصفح والتسامح وعلى الشعب اليمني أن يعلم ما معنى الصفح والتسامح لكن هناك تصرفات غير مسؤولة يجب علينا أيضا أن نكرس ويعلو صوت التسامح في هذه المرحلة ثم نذهب إلى الوصية الرابعة في هذا الذي بدأ فيها على عبدالله صالح بالانتكال من الوصايا أو الخطاب إلى الشعب الجماني وإلى الرجال الدولة وإلى الجماهير ولكوة السياسية في الداخل والخارج أتجه إلى الإقليم في هذه الوصية الرابعة موجهين رسائل أساسية وقدم بصورة خاطفة مبادرة إلى القوى الإقليمية دول الخليج تحديدا أو الدول العربية المكونة للتحالف العربي أو ذات الشأن المعني بالأمن القومي العربي وجه بصورة سريعة وخاطفة مبادرة لها حيتيتها نشاهد هذه المجملة الوصية الرابعة ثم نعود لنقف عليها أدعو الأشكاء في دول الجوار والمتحالفين أن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا الحصار وأن يفتحوا المطارات وأن يسمحوا للمواد الغذائية والطبية وإسعاف الجرحاء وإيصال العالقين في الخارج إلى الوطن وسنفتح معهم صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار سنتعامل معهم بشكل إيجابي ويكفي ما حصل في اليمن وما حصل لديهم ونحن نتعحد لأشكائنا وجيراننا أننا بعد وقف إطلاق النار وإيقاف التحركات على الأرض وفتح البطارات ورفع الحصار ونتحاور مباشرة كسلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب هنا نبدأ نلاقي كما ذكرنا أستطاع العبدالصالح أن يرسل وصية في ظل أو أن يرسل مبادرة سريعة لها دلالاتها وتحدث سريعا بأنه بدعوة الدول الأشقاء كما ذكر في دول الجوار إلى وقف العدوان أو وقف العملية العسكرية التي كان يعارضها من البداية وكان يحذر من عدم جدواها لرؤية الثاقبة عسكريا لرؤية الثاقبة سياسيا لرؤية إلى ما يقف خلف هذه الأمور لم يكن علي عبدالصالح اللي ينظر في تحليلاته السياسية حكمة علي عبدالصالح وداءه تأتي من سمو النظر الذي ينظر إلى المسرح السياسي لم يكن ينظر ولم يكن يهتم بالتعامل المباشر مع حركة الحوثيين أو مليشي الحوثي هو حتى مع الإخوان سواء في الثالث من يونيو أو في ما حدثنا بعد الشراكة أو ما لذلك كان ينظر إلى رأس الأفعى لا ينظر إلى أدنابها ينظر إلى السياسة الإيرانية والتسعية في المنطقة وعلى خطر الدورة الإيرانية لتحكم هذه المليشي لم يكن ينظر إلى الحوثي أو إلى كافة الأدناب المرتزقة فكان دائما ينظر إلى المصدر إلى رأس الأفعى السياسة الإيرانية ينظر إلى السياسة الإقليمية كمحرك لأنه يعلم تماما ما هي المحافزات والدوافع الأساسية وما هي القوة أو المؤثرات الحاكمة للفعل السياسي وبالتالي وجه الدعوة بصورة كما إلى وقف العدوان وهذا وقف العدوان أو وقف العملية العسكرية جاء ولم يكن تحول في توجهه كما يحلو للبعض أن يقول منه أغير لم يتغير عبد الصالح عبد الصالح في كافة الخطابات التي ألقاها طيلة مرحلة العمليات العسكرية التي بدأت في 26 مارس 2015 وهو يبعث الرسائل مرارا وتكرارا بأنه وقف هذا العدوان ووقف العمليات لن تجدي لم يكن يبعث الرسائل بحثا عن نصر أو خوفا من هزيمة ولكنه كان يحرص على عدم أو يسترسل بأن هناك تحالفات قادمة وأنه لن تفلحه وستفلح إيران برسائل يفهمها الكادة السياسية أيضا تتحدث في هذا المبادرة عن فتح صفحة جديدة هو يريد يعني 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 يعكب الحديث عن الصفحة والتسامح تحدث عن أو تعهد قال وأنا عفوا افقفوا العمليات العسكرية ثم افتحوا ارفعوا الحصار يعني دعا القوى الأقليمية إلى رفع العدوان أو رفع العمليات العسكرية توقيفها بمعنى صح ثم رفع الحصار الجوي والبري وإدخال الأدوية وإسعاف المضطررين ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لأن الحصار والعمليات العسكرية والقصف الجوي وإغلاق المواني والمطارات كان عقاب يمس الشعب اليمني يمس المواطن اليمني وكان هذا الطبيعة العمليات العسكرية التي انطلقت على اليمن تضر الشعب اليمني بصورة أكبر وتقود إلى تعاطف انتمائي وليس سياسي وليس حوثي في المجتمع ضد هذا ضد هذا التحالف بسبب الخطاب أيضا الحوثي ولم يكن مؤازرة فأرد أن يعطيهم اللمحة لأنه افصلوا ما بين الشعب وبين الميليشيا هذا في تصوراتكم فكان هذا الجزء الثاني من الوصية بأنه وقفوا العدوان ثم ارفعوا الحصار عن هذا الشعب ثم تعهد بفتح صفحة جديدة أو طرح فتح صفحة جديدة عنوانها الحوار الجوار والحوار يعني هو تحدث كما ذكر كما شاهدنا بالفيديو بيقول بأنه أدعو فتح صورة جديدة للتعامل معكم بحكم الجوار وتأهد بإيقاف في حال بعد إيقاف وقف إطلاق النار إلى الذهاب إلى حوار إلى حوار وفي ظل السلطة شرعية ممثلة لمجلس النوام إذن نتحدث عن الجزئية الثالثة في هذا الوصية الرابعة بأنه طرحت مبادرة إلى دول الجوار بوقف إطلاق النار أيضا برفع الحصار ثم تحدث عن صفحة جديدة يتم فيها مبادئ الجوار أو نتحدث كعرب ثم نتحاور في ظل سلطة شرعية لا ترتبط بالسياسة سلطة وطنية سلطة مؤسسة سيادية ستمثل الشعب اليمني في ظل هذه الأزمة الطاحنة وفي ظل الأزمات المشروعية والشرعية وهي امتداد أيضا للوصية الخامسة إذن نحن نقف أمام وصية تقدم رؤية وتقدم طرح وتبعد أو كانت تعزل المشكلة أو الأزمة من جوهر الإشكالية من الصراع السلطوي أو الصراع السياسي حول السلطة ننتقل إلى الوصية الخامسة لنقف عليها أيضا كما ذكرنا في الحلقة الماضية بأن الوصايا العشر لم تكن ارتجالية بل كانت متسلسلة وارتبطة فيما بينها البين بثقه السياسي أو برؤية متكاملة ومنظومة متكاملة تعالج الأزمة أو توجه للشعب اليمني أو الأطراف كافة في ظل رؤية متسقة تتلاغم فيما بينها البين لتتكيف مع الأزمة اليمنية في ظل حلول وفي ظل رؤية وفي ظل مفاتيح للحل فعاكم الدعوة إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار والحوار المباشر مع الدول الجوار في ظل السلطة الشرعية كما ذكرها ممثلة من مجلس النواب طرح هذه الوصية لأنها وصية اللي هو توضيح أساسي نشاهد هذا المقطع ثم نعود كسلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب مجلس النواب هو المثل الشرعي للبلاد وهو الذي سيتحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة إذن هنا بدأ يتحدث عن أهمية الممثل يعني بدأت في هذا الوصية يوضح وصية من هو ممثلكم من ممثل الشعب اليمني أو يعني يخاطب الجميع يخاطب القوى الإقليمية التي وقعت في أزمة طاحنة أو في حرب طاحنة لا مخرج عسكري ولا حاسم عسكري لها أيضا في ظل أزمة سياسية وفي ظل قوى سياسية هناك تتكالب لا توجد تبحث عن مصالحها أكثر من المصلحة الوطنية في ظل نزاع السياسي أراد علي أبو الصلاح أن يخرج تمثيل البلاد من الأزمة السياسية من الصراع الحزبي والسياسي حول السلطة وفأتاب قال بأن ممثل الشعب اليمني سيكون ممثل سيادي وليس ممثل سياسي عندما تحدث عن مجلس النواب وقال بأنه ممثل الوحيد للجمهور اليمنين هو من سيتحمل المسؤولية في المرحلة الانتقالية فأخرج عملية تمثيل الشعب اليمني من كافة القوى الحزبية السياسية ووضع عن مجلس النواب بتكوينه المؤسسي الدستوري وليس بتكوينه الحزبي لم يضع علي عبدالله صالح المجلس النواب ممثل للشعب اليمني في ظل رؤيته للوصايا كمكون يمثل أغلبيته من المؤتمر الشعبي العام لا لأنه حتى المبادرة الخليجية وضعت وقسمت المجلس النواب في ظل أحد بنودها إلى أنه لا تتمتع أي قوة بأغلبية تصويتية وأنه كان هنا مهام المجلس النواب كانت تمثيلية في ظل الثوابط الوطنية وفي ظل كيادة مرحلة انتقالية للوصول في ظل الوصية التي تليها للوصول الانتخابات قيادية مباشرة أو انتخابات قيادية من خلال السلطة تمتلكها الشعب وفي خلال يعني هذه الوصية وهذه الرؤية تقرأ في ظل الوصية أيضا الخامسة والسادسة التي سنقولها في هذه الحلقة أو الحلقة القادمة حتى ننظر أو نستوعب مدى الرؤية الكلية المتزنة التي قدمتها الوصايا الزعيم عبدالصالح في انتفاضة الثانية من عشرين ستمبر إذن نحن أمام قراءة متكاملة الرؤية متكاملة لهذه الوصايا ولأن الوقت المخصص للحلقة ينفذ نترك في هذه الحلقة الرسالة ضمن الرسالة ثم نواصل الوصايا الكادمة الخامسة والسادسة التي تحدثت أيضا عن ماذا يعني التمثيل وما لذلك نترك هذه المقطع الذي يمثل رسالة دائما سنكون نختم هذه الحلقة الخاصة في ديسمبر بهذه المقطع الذي هو رسالة البراءة والوداع التي قالها علي عبدالل صالح في خطاب الوداع في الرابع من ديسمبر نشاهد هذا المقطع ثم نعود الناس الجبهات يقاتلون دفاعا حفاظا على سيادة أمن والتقرار الوطن وهما ينهب الشعب أقول هذه براءة من لمتي لكا أيها الشعب اليمني أما أنا أعاهدك أيها الشعب أني كما كنت وأنا خادما لك أيها الشعب وسأظل إذا كتب الله لي السلامة والحياة سأظل خادما معك غير سلطوي لا أكون في السلطة ولا أعشق السلطة وإن كتب الله لي الشهادة فالحمد الله رب العالمي أنني ألغى ربي في مسكني وفي مسكني الآن الذي يقصف في هذه اللحظات وعلى بعد أمتار من استكن لا يزيد عن مئة متر أو مئة وخمسين متر وأتحمد الله وأتشكر إذا نلت هذه الشعب فأنا في مسكني وفي وطني غير عميل غير عميل للخارج وأنت أيها الشعب لمن تعرفني لن أكون في يوم من الأيام في جيب أي قوة دولية أو دولة عربية شقيقة لا شقيقة ولا صديقة أنا عميل لهذا الوطان عميل لتربة هذا الوطان عميل أطفالاً اليمن لرجال اليمن للنساء اليمن لتنمية اليمن نعم لكن لن أكون عميل ولا قد مديت أنا أقول وعلى بكل فقه إنني لن أكبض ريالاً واحداً من امتركات الدولة وإذا كان لدي أي متخرات أو مساكن أو عقارات فهي هباد من بعض الأشكاء عندما كان نقري الانتخابات الرئاسية كانت تأتي مساعدات سائح فيها هذه مساعدات من بعض الأشكاء بدون أي مقابل هو رؤيتهم إن هناك فيه نظام معجد وغير مفرط في سيادة الوطان وله مواقف قومية وعربية مواقف قومية من كل شيء وفي مقدمة القضية الفلسطينية أنا كنت سانداً مسانداً للقضية الفلسطينية ومع أشك أنا الفلسطيني والشعب اليمني مع القضية الفلسطينية هذا هي كانت عمالة علي عبد الله صالح لوطنه وللقضية الفلسطينية وكل العمل القومي العربي تحية لك أيها الشعب تحية لك أيها الشعب وداعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا آخر ما قاله علي عبد الله صالح للشعب اليمني آخر ما قاله سياسياً في تاريخه السياسي وكانت كلمات مؤثرة جداً لها قالها علي عبد الله صالح بتلقائيه وقالها بمنتهى الحرص الشخصي كشخص علي عبد الله صالح تحدث فيها بكلمات مؤثرة وقال براءة من دمة لك أيها الشعب اليمني خطاب إلى الشعب اليمني تحدث قال بأنه أنا لست عميل للخارج أنا عميل لهذا الوطن أنا عميل لأطفال اليمن أنا عميل لنساء اليمن وأنا إن نولت الشهادة فأنا أنولها في مسكني أو في بيتي غير عميل فكرة العمالة التي ذكرها في كلمة البراءة والوداع هو يريد أن يقول بأنه مهما كانت التهم أو المكائد أو التشويهات الإعلامية التي تنال مني أنا في لحظة وداعي لكم أنا لم أكن خائن مهما فرضت علي الضروف والتوازنات والقوى الإقليمية في طيلة الثلاثة وثلاثين عام كنت مواطني يمني وكنت حاكم يمني وكنت أحكم بإسم اليمن لم أكن يوم مهما كانت هناك من أخطاء سياسية لأن الخطأ السياسي يعتبر قدر كل تجربة حكم قدر كل عمل من يعمل يخطأ دائما فهو أخرج كبراءة بأنه أنه كل الأخطاء لم أرتكب ذنب لا يغفر لم أكن يوما عميل وهو يتحدث لأنه في كافة عملاء وتحدث في لحظة وهو في حصار ويرى جميع العملاء في أوضاع يتكالمون مع القوى الدولية والقوى الطامعة عن اليمن ولكنه يبقى ثابتاً فإذا في هذا المقطع نختم هذه الحلقة مؤكدين بأن عبدالصالح سطر سفراً خالداً ككائد يمني تاريخي عاش سياسياً وحاكماً وانتهى ثائراً وشهيداً في خاتمة يحسده عليها كل عظماء التاريخ وكل من يعرف ما معنى حقيقة هذه الدنيا وما معنى حقيقة أن تعيش بطلاً وأن تموت بطلاً بهذا الشكل فخاتمة رائعة وكيف أن يعيش الشخص حياته مقدمها ببدل وجهود في سبيل بناء وتنمية لهذه البلاد ثم يختمها مقدماً روحه لهذا البلاد أنتهى وقت لهذه الحلقة الحلقة قادمة أن نواصل بقية الوصايا في ظل الرؤية الكلية المتكاملة الرحمة والخلود للزعمة العبدالصالح تحية الجمهور اليمنية وإلى حلاقة قادمة بإذن الله